اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بالف خير وانتو بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيال والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو انت لست مشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وياريك كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازده نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك في الصغلة او في المطبخ وتنظمي بيه الاجهزة الصغيرة او مختلف الحاجات اللي بتكون عندك في البيت وغير كده هو بيكون مزود بعجلات بحيث ان انت تقدر ان انت يتحركي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مشترك كهرباء طريقة استخدامه سهلة جدا وحجمه صغير مش بياخد عندك اي مساحة وغير كده السلك بتاعه طويل جدا تقدر ان انت يتوصليه لأي مكان وتستفيد منه بكذا طريقة مختلفة وهنا معانا مجموعة من قطع تثبيت اللحاف او البطاطين او استتاير طبعا طريقة تثبيتها سهلة جدا زي ما انت شافة كده معايا من خلال الفيديو هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت استبتيه على قدار الحمام بكل سهولة وتنظمي بيه صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفة من تحت يعني اي مية بتيجي على الصابونة هتتصفى لوحدها جوه المصفة الموجودة في المنظم ده بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي بيه الصوصات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزاها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة او فدلاب المطبخ وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظمي عليه الشمعات او المشابك بعد كده هنا معانا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزاها بعد كده بقى هنشوف مع بعض عندنا الفوطة اللي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على امتصاص السوائل تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي زي ما انت شايفة كده معايا بتيجي معاها قطعتين عبارة عن اسفنج وفرشة تقدري تبدلي بينهم على حسب طبعا الحاجة اللي انت عاوزا تنظفيها وتقدري طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتجاز او الرخام او الاطباق والحلل او تقدري طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحزايا او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام وهنا معانا المصفة اللي تقدري ان انت تتحكمي بالحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدري ان انت تصفي عليها الفكهة او الخضار او تقدري ان انت تصفي عليها المواعين بعد ما تغسليها هنا بقى معانا الجهاز اللي بيساعدنا على طحن التلج بكل سهولة تقدري ان انت تعملي من خلاله اسرع ايس كريم انت بتحبيه وتقدري تعملي منه مختلف انواع الايس كريم اللي بتفضليها في البيت بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا رف تنظيم تقدري ان انت تثبتيه عندك فوق كرس الحمام وتنظم عليه المنازيل او ادوات الحمام زي الشامبوهات او الكريمات او العطور بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا عصارة للخضار والفكهة تقدري ان انت تعملي من خلالها مختلف انواع العصير الطبيعي من الخضار او الفكهة بكل سهولة في البيت بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها ادامة مميزة جدا بتساعدك انك تمسك بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدري ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تقسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكارونة اللي انت عاوزها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القشاطة والقشاطة دي بتيجي عريضة جدا بتساعدك ان انت تلمي كل المية او كل التراب اللي بيبقى على الارضيات او اللي بيبقى على مختلف الاسطح اللي بتكون عندك وتقدر ان انت تنظفي بيها من تحت الكنب او السرير بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تنظفي من خلالها المرايات وتتحكمي في الطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن 3 ادوار تقدر ان انت تنظمي بيه مشترك الكهرباء وتداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل اسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك او تقدر تنظمي عليه جهاز الانترنت بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظمي عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظمي فيه ستة انواع من التوابل اللي بتستخدميها هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة هيلة جدا من منظمات التلاجة اللي بتيجي باحجام واشكال مختلفة وطبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انت تنظمي في المنظمات دي مختلف انواع المأكلات اللي بتبقى موجودة عندك سواء خضرة او فاكهة او بواي اكل واهم ميزة في المنظمات دي انها بتساعدك على توفير المساحة عندك جهوة التلاجة وانها يتخليلك شكل التلاجة منظم جدا ومرتب هنا بقى عندنا المأشرة اللي تقدر ان انت تقشر بيها مختلف انواع الفكهة او الخضار بطريقة بسيطة جدا وسهلة وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتع الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها على الشمعات وتثبت عليها اكتر من شمعة زي ما هو ظاهر دلوقتي قدامك من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مفرمة الخضار طبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انت تقطع بيها مختلف انواع الخضار باشكال كتير اوي بعد كده هتعال نشوف مع بعض عندنا الصبانة اللي تقدر ان انت تثبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظم عليها الصابون وهي بيبقى في منها اشكال والوان كتير اوي وهنا عندنا شكل مختلف من اشكال منظمات المطبخ اللي نقدر ان احنا ننظم عليها الزيوت او الصصات او التوابل او مختلف ادوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الجوانتي الجميل ده طبعا تقدر ان انت تستخدميه وتحمي ايديك من مختلف ادوات ومواد التنظيف اللي احنا بنستخدمها دايما في التنظيفات المختلفة اليومية اللي بنعملها في البيت وطبعا ممكن تستخدميه وانت بتعملي مختلف الاكلات بعد كده تعال نشوف مع بعض عندنا المروحة الميني الجميلة دي طبعا تقدر ان انت تحركيها في اي مكان انت عاوزيه عندك تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار في الحمام او في المطبخ او في المكتب او في قط النوم حجمها بيكون صغير كده وغير كده كمان تعتبر مروحة مكتبية تقدر ان انت تثبتيها على اي سطح مكتب عندك يعني تقدر تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وغير كده كمان بيبقى ليها اضاءة تقدر ان انت تتحكمي بيها من خلال الرمود الالكتروني بتاعها هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الفرشة دي وهي بتحتوي على كذا كطع وكذا اداة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي انت بتنظفيها دايما في المطبخ عندك بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي بتساعدك ان انت يتوصل بيها كل كوابل الكهرباء بكل سهولة من غير ما تبقى مضيقة عليك في المكان زي مثلا لو انت عاوزة تثبتيها ورا الكنبة او ورا السرير فمن خلال المشترك ده هيحل المشكلة دي وطبعا بيحافظ لك على الاسلاك والشواحن اللي عندك انها تفضل سليمة وما يحصل لهاش اي تلف من ضغط الحاجات اللي انت مثبتها وراها ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على كرتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عامل الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدرين ان انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر